موسيقى السلام عليكم اخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله سنقوم بشرح بطاقة رقمية اي كارت كليك اللي كيقدمها لنا البريد بنك فبالنسبة لبريد بنك فكيوفر لنا اكتر من 1800 وكالة على الصعيد الوطني وكذلك اكتر من مليون وربعمائة مستعمل ومؤخرا قدم لنا واحد الخدمة اللي هي زوينة وزوينة بزاف اللي هي اي كارت كليك اللي كنقدروا ناكتيفيوها عن طريق بريد بنك موبيل فكما كتعرفو فالناس اللي كتستعمل او منخريطة مع بريد بنك فضروري ما عندهم تطبيق بريد بنك موبيل وبالتالي يمكن لهم يستفدو كذلك من هاد البطاقة اي كارت كليك وكما كتعرفو اي بطاقة بنكية عندها رقم وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية وكود الامان في السيسي وحنا في هاد الحالة ما عندناش بطاقة اللي هي ملموسة كما كتعرفو لان هاد البطاقة فقط هي رقمية ووهمية ولكن عدنا تطبيق بريد بنك موبيل اللي كيعطينا المعلومات الخاصة بهاد البطاقة وكيفاش غنديرو نجبدو هاد المعلومات تبعو معايا ختي باش نوريكم اي طاب بار اي طاب يعني خطوة بخطوة فاولا غندخلو للتطبيق اللي الواجهة ديالو على هذا الشكل ثم غندغطو على خدمات من هنا غنقومو بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالبطاقة اي كارت كليك وقبل ما يعطونا هاد المعلومات من الضروري اننا ندخلو الكود ديالنا السري لتحقق من الهوية ديالنا وهنا غيطلعو لنا المعلومات كاملة ديال البطاقة اللي هي اللي غنستعملو الى بغينا نشري من المواقع الاجنبية والمواقع كذلك الوطنية وانتبهوا معايا اخواني فهاد المعلومات واجب عليكم تحتفظو عليها وتكونوا انتوما ببحتكم اللي عارفينه وقبل ما نقومو بالشراء من هاد المواقع الاجنبية من الضروري اخواني اننا نفعلو الدوتاسيون لانه كين بعض الاشخاص اللي كيقوم بيدخل هاد المعلومات وكيقول لك لا البطاقة ماخد داماش فاخي راه وخا تدخل هاد المعلومات انت عاد البطاقة وانت ما كنتش مقاك تفي هاد الدوتاسيون اللي مخصصة لتجارة الالكترومنية بالعملة الاجنبية فاهميك كلكش اخي انك تستافد من هاد البطاقة وتشري دكشي اللي بغيتي لذلك غادي نوريكم هنا كيفاش غادي ناكتبو هاد الدوتاسيون ديالتنا اذا غانتوجهو مرة اخرى لتصبيق بريد بانك مبيض ثم غادي نضغطو على خدمات من جديد ثم غادي ندخلو من هنا التفعيل المخصص للتجارة الالكترونية بالعملة الاجنبية ومن جديد غادي ندخلو رمز الامان السري للتحقق من الهوية ديالنا وبمجرد ما غادي رسلو طلب غادي نتوصلو باشعار كي اكد لنا بانا التفعيل قد تم فعلا وغادي نذكركم هنا باللي المبلغ اللي نقدرو نستخدموه في شراء من المواقع الاجنبية محددها لنا الدولة خمستاش الالف درهم يعني مليون ونص وبالنسبة للناس اللي غاي سافروا سياحة مثلا وغادي بغيوا يستخدمو هاد البطاقة فغادي يستفدو من خمسة واربعين الف درهم اللي هي ربعة المليون ونص اذا اخوتي كان هذا هو الشرح البسيط على هاد البطاقة الجديدة اللي كتقدمها لنا بريد بانك نتمنى يعجبكم الشرح الى يعجبكم الشرح ديرو جيمو بارتاجوه مع الناس اللي مهتمة بهاد المجال ولكنت اخي اختي هادية اول زيارة لك القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل جرس باش تصلكم فيديوهاتنا اول باول ودمتم في رعاية لها